سؤال الثاني الأستاذ رمزي جواز بقدر والرزق بقدر الله تبارك وتعالى كما قال في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر نعم الرزق بقدر والرزق مقدر ومكتوم وإن يعجب الأخ السائل بارك الله فيه أن رزقه مقسوم ومكتوب منذ كان جنينا في الرحم منذ كان جنينا في الرحم كان رزقه مكتوبا فإن الله تبارك وتعالى يبعث ملكا ألا وهو ملك الأرحام ويؤمر بكتابة الرزق والأجل وشقي أو سعيد كل شيء بقدر نعم له قدر الله تبارك وتعالى له زوجة صالحة فهي بقدر الله تبارك وتعالى رزقه أيضا بقدر لماذا بقدر؟ لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولأنه الخالق العظيم والمدبر الحكيم وهو الذي أنشأ الكون كله وسخر الكون كله للإنسان ولكن يدخل في سعة الرزق أمور كثيرة كصلة الأرحام كالصدقات وما إلى ذلك من أمور كالإكثر من الطاعات والاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وهكذا أمور كثيرة هذه تجعل بركة في الأرزاق ما معنى البركة في الأرزاق؟ البركة هي أن يعطي الشيء أكثر من ظاهره يعني لو اتمع سلاسة على طبق على سبيل المثال فإن الطبق يكفي السلاسة فإذا محقت البركة من هذا الطبق أيًا كان المطعوب فيه فإنه لا يكفي واحدا معنى هذا أن البركة هي النماء وهي الزيادة نعم